السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنشوف مضوع الديزاين اوشن على الموقع العادي على سبيل المثال الأشجار دي فالأشجار دي معمولة بطريقة بحيث ان انت لما ديج تعمل رندر تطلع معك الأشجار بجودة عالية زي ما تشايف انما في الوضع العادي بتبقى الجودة قليلة عشان سلط العمل اليوم هاجي اعمل سيلكت على دول وعايز ابدأ حرقم انا عايز يبقى عندي 2 اوشن مرة الأشجار الانحادي ومرة الأشغار الانحادي فهاجي اعمل لي لي حاجة اسمها زي اوشن هفعله اقول له نيوم واقل له اعمل لي اثنين اوشن كبير اعايز دول يدخلوا معي في الوشن فهاجي هنا واقول له اعدته سيت وراح معللي مع الوشن ان اعايزهم وبعد كده اختار مثلا اوشن 1 انا احرق دول لهنا تمام وفي اوشن 2 هلاحظ انه مرجوع مكانه هاخليه هاخليه من هنا واقس وفي اوشن 3 هنخليه من هنا واقس وخلينا نحط اشجار تانية كومبوننت تبسئة كومبوننت تقدر تدور على اي نوع من انواع الاشجار مثلا ديت هنحطه هنا في اوشن 3 لما تروح اوشن 2 هتلاقيه في اوشن 2 ممكن تحط اشجار من نوع اخر فتبع انت بتعمل ان تحط اكتر من شجر من انواع مختلفة حطي دي مثلا وحط مثلا كورسي مثلا اعطل حضيفة طبعا دول هنت اضفتهم فباش موجودين هنا لازم اعلم عليهم اقول له طيب ده الوقت احنا عادين نقدر نختار ده او ده او ده وممكن تعمل لهم فيهوهات خاصة بلوكم يعني ممكن تقول له ده option one option two option three وفي كل option فيه تخش في البيضي فتزال option تقول له ده انا عايزي يزهر لي الابشن سريه وده هيزهر لي اوبشن two اه يبقى انا عندي دوت ودوت ودوت بده ارتيجي هنا وتخلي ده مخصص الابشن one طيب لو انا استكرر الشغل البتاعي على الحاجة اللي انا عايز اعمل ايه هدخل هنا وبه كده ها اختار هقول له finish edit واقف التعديل خلينا في الاساسي وقول له accept primary انا مو وفع بريمري ده طيب انا مو وفع لoption three او وفع لoption three وخليه والبريمري وقول له accept primary فهيلغي الاثنين تانيين بيقول لي فيه view هات لاتوحد الoption الاضيب فبقول له لغيهم وخلينا في الoption ده بس